السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد فيالي. اذا في هذا الفيديو قد نشوفوا على كيفاش نختار انا التوجيه المناسب بالنسبة لي او بالنسبة لواحد الشخص وقد ننتخل من خلال تعرف على المؤهلات المطلوبة. وكذلك قد نشوفوا الافاق المهانية بالنسبة للجدوع المشترك. اذا بالنسبة عندنا بالنسبة للجدوع المشتركة عندي ربعة. عندي الجدع المشترك للتعليم الاصيل. اذا المؤهلات المطلوبة في هاد السلك. يجب ان يكون اه اتميد له مستوى جيد في اللغة العربية والمواد الاسلامية والفاقة واصل الدين والتفسير والحديث. بالنسبة للافاق اه تدريس المحامات اه القضاء الاعلام النشيط المسرحي والتقافي التمريد توطيق الميدان الاسكاري وشبه الاسكاري وكذلك التمريد. اذا بالنسبة للجدع المشترك للاداب والعلوم الانسانية. اذا مستوى جيد في اللغة العربية والفرنسية والاجتماعية. تحب المطالعة والاهتمام بالميادة الادبية والفنية. وكذلك تدريس من الافاق تدريس المهامات القضاء الاعلام النشيط المسرحي والتقافي ميدان الاسكاري وشبه الاسكاري وكذلك التمريد. اذا بالنسبة للجدع المشترك العلمي سواء مسلك دولي او عام. مستوى جيد في الرياضيات الفيزية والكيمية والفرنسية وعلم الحياة والارض. حب تنظيم دقة الملاحظة. اذا الافاق الهندسات طبيب الصيندالة البيطارة تمريد تدريس الفلاحة الملاحة الاعلام الميدان الاسكاري وشبه الاسكاري تمريد تعمير تسير والتدبير. اذا واخيرا بالنسبة للجدع المشترك التكنولوجي. مستوى جيد في الرياضيات العلم الفيزيائية الفرنسية حب العمل يدوي القدرة على فهم الانظام الكهربائي والالكترو والميكانيكية. اذا بالنسبة للعفاق الهندسة الكهربائية الالكترونية الهندسة الميكانيكية الصيندالة تدريس الميدان الاسكاري وشبه الالكي. وكذلك التمر ايضا الى اللقاء في فيديو مقابل بحول الله.